بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس الجمهورية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احتراما لثقة سيادتكم العزيزة والتزاما بالوعد الذي قطعته لشعبي الصابر أوجه هذا الخطاب لسيادتكم ولشعبنا عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي أعتزم تشكيلها وعليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من أجل العمل دون التزامات حزبية أو ضغوطات من أجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب وإني على علم تام بأن الإسرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي لأن الجهات التي غرقت بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية ستكون أول متضرر وإني لو قدمت التنازلات لكنت الآن مباشر بعملي كرئيس لمجلس وزراء العراق ولكني مع كل هذا حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول ومن أجل حل الأزمة الراهنة ولكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته بشيء ويشهد الله عليه أني لم أتنازل ولم أقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد ولكن للأسف الشديد كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية ودون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت في سوح التظاهر من أجل تغيير الأوضاع وتحقيق رفعة الوطن وازدهاره فلهذا سيادة الرئيس كنت أمام معادلة منصب رئيس مجلس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته فكان الخيار بسيط وواضح هو أن أكون مع شعبي الصابر وخاصة عندما رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب وإن وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن كان واضحا فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتاليتين إلى حملات الافتراء والكذب والتزييف للحقائق وصولا إلى يومنا هذا ولا نعلم بعدها إلى أين ممكن أن يصل المتاجرين بهموم شعبنا وعليه اسمح لي أن أرفع لمقام سيادتكم اعتذاري عن التكليف راجياً تفضلكم بقبولها وهنا رسالتي إلى النواب الأعزاء شكراً لمن وقفه وساندني بدون أن يطالب بمناصب واسمحوا لي أن أقول لكم أنكم أمام أمانة تاريخية لا تتعلق بانتمائكم أو حزبكم ولا تتعلق حتى بكم وإنما تتعلق بالعراق وحده هذه الأمانة تستوجب عليكم أن تتولوا زمام المبادرة وأن تأخذوا دوركم الأساسي من أجل فرض رؤيتكم لتصحيح مسار الأمور فالقرار قراركم لا قرار شخص آخر فمن يفاوض بإسمكم يسعى إلى منصب ووزارة من أجل مصالحه الخاصة لا من أجل حزب أو مكون وإلى شعبي العزيز استمروا بالضغط من خلال تظاهراتكم السلمية لكي لا تضيع تضحياتكم سدى وسوف أعود إلى صفوف شعبي كعراقي لم يساوم على مبادئه وعلى قضاياه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم برعايته وعنايته وأن يحفظ عراقنا العزيز من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته